الدرس الثاني في هذه الوحدة هو statement أي العبارات وتحدث عن العبارات والعبارات الشرطية مثل هذه العبارة if then مثلا لدينا جملة if it trains then the parade will be cancelled أي أنها إذا أمطرت سوف يلغى الموقف تسمى هذه العبارة شرطية ويرمز لها p then q if p then يعطينا النتيجة q فرضية والنتيجة لكن الفرضية والنتيجة أو العبارة الشرطية أيضا لها عكس ومعكوس ومعكوس إيجابي converse inverse وcontra positive في البداية الconverse نقوم بتبديل النتيجة والفرضية يسمى العكس ثم الـ inverse هو المعكوس ينفى كلا الفرض والنتيجة ولدينا الـ counter positive مع المعكس الإيجابي طبعا سيوضح أكثر في الأمثلة لاحظوا هنا كتبنا النتيجة ثم الفرضية أي أنها سيلغى الموقف إذا كانت تنطر المعكوس أو الـ inverse ننفي الفرضية إذا لم تمطر لن يلغى الموقف في هذه الأمثلة نريد تحديد الفرضية والنتيجة الجملة الجملة أي أن العدد يقسم على العشرة إذا كان آخر خان له الصفر هنا عكست فلذلك هذا خطأ الفرضية هي الجملة الثانية هذه الفرضية لهذا السؤال أما النتيجة له هو أنه يقسم على عشرة مثل 50 70 90 150 هذه الأعداد كلها تقسم على عشرة لأن نهاية أو لأن الخال الأخيرة بهذا العدد هو الصفر أيضا هذا السؤال تماما بنفس الطريقة نريد تحديد الفرضية والنتيجة الجملة هي أبوليغون أي أنه مضلع with two sets of parallel sites مع أضلع متوازية is a parallel gram أي أنه متوازي أضلع وهنا نلاحظ الفرضية هي أبوليغون with two sets of parallel sites والنتيجة هي أنه متوازي أضلع parallel gram لكن هو أراد مني أيضا كتابتها بصيرة if then فلذلك if وهذه then لن أعيد الكتابة كاملة if ونضع هذه الجملة في البداية وهي الفرضية then يعطينا النتيجة ولدينا أيضا عبارة if and only if إذا وفقط إذا يجب أن يتحقق النتيجة والفرضية بنفس الاتجاهات لاحظوا ب يعطي q و q يعطي b طبعا هذه الإشارة في الوسط هذه and أي كلمة and بالعبارات الرياضية أو في علم المنطق في اللوجيك يجب أن تتحقق كلا الجزئين منها أما أو طبعا فيها بعض الأمثلة الآن سنأخذها يكفي أن يتحقق واحد منهم لكي تكون صحيحة فهذه تسمى if and only if طبعا سنأخذ بعض الأمثلة عليها الآن هذا المثال ذكري x أكبر من negative 2 if and only if x positive إذا كانت x positive في البداية conditional أو الشرط الذي لدينا x أكبر من سالة 2 then x is positive طبعا يكون صحيح مثلا الخمسة هي أكبر من سالة 2 هي positive السبعة هي أكبر من سالة 2 وهي positive نكتب الconverse العكس لها x is positive then x أكبر من سالة 2 الconverse دائما دائما صحيح إذا كان x positive فهو دائما أكبر من سالة 2 لكن الجملة الأولى باللون الأحمر هي ليست دائما صحيحة فهذه العبارة خاطئة لا تنطبق عليها if and only if لماذا لأن لو أخذ x يساوي السالة 1 السالة 1 هو أكبر من سالة 2 لكن السالة 1 ليست positive هو negative فلذلك هذه العبارة خاطئة false وكمثال معاكس أو نسميه counter example الذي ذكرته x يساوي السالة 1 هو بالفعل أكبر من سالة 2 لكن هو ليست positive أعطاني هنا بعض statement بعض العبارات p q r في البداية السؤال 1 p and q ولكن كي تكون هذه العبارة كلها صحيحة بما أن and لدينا في الوسط يجب أن تكون p صحيحة والq صحيحة p and نكمل تقرأ and هذا المثلث إلى الأعلى vertical angle are congruent الزوايا المتقابلة بالرأس هي متطابقة وبالفعل كل العبارتين صحيحة هذه صحيحة عملية حسابية والزوايا المتقابلة بالرأس هي متطابقة صحيحة فالعبارة كلها p and q تكون عبارة صحيحة سؤال 2 p and r ولكي تكون الجملة صحيحة إذا كانت الأولى صحيحة والثاني صحيحة يعطيني عبارة صحيحة أتحدث عن and أما إذا كانت t and false يعطيني تكون عبارة خاطئة أما في الأو يكفي أن تكون واحدة منهما صحيحة بهذه الطريقة فالآن السؤال الثاني p and r هذه العبارات أو أما هنا عبارات و and عبارة and أو ال و يجب أن تكون كلاهما صحيحة لكي تكون العبارة كلها صحيحة ال b طبعا هي صحيحة عملية حسابية وال q هي صحيحة لكن ال f عبارة خاطئ 2 زائد 8 أكبر من العشرة لا لأن 2 زائد 8 هي عشرة والعشرة ليست أكبر من العشرة لو ذكرنا أكبر أو يساوي من سنقول أنها صحيحة لكن هذه خاطئة ف b and r في هذا المثال ال b صحيحة وال r خاطئة كما ذكرنا b and r تكون خاطئة لكن إذا أردنا أن تكون صحيحة سيجب أن نأخذ نفي r عكس r وما هو نفي r في هذه العبارات عكس r هو 2 زائد 8 نعكس الأكبر تكون أصغر أو يساوي العشرة في هذه الحالة تكون صحيحة لأن 2 زائد 8 يساوي العشرة السؤال الثالث q أو ليس r هذه تقرأ ليس q هي صحيحة r خاطئة لكن ليس r تكون صحيحة فصحيحة أو صحيحة جملة صحيحة طبعا هي تكتب vertical or concurrent أو 2 زائد 8 أقل أو يساوي 10 السؤال الرابع r خاطئة أو q صحيحة فالعبارة بشكل كل تكون صحيحة وإذا أردنا كتابتها r 2 زائد 8 أكبر من 10 أو q كما ذكرنا vertical angle وهي متطابقة السؤال الخامس كلاهما كان خاطئ f and if يجب أن يعطي f السؤال السادس صحيحة أو خاطئة يعطي صحيحة طبعا عبارة b الأصلية وهي 3 2 5 هي عبارة صحيحة لكن العكس لها يكون خاطئة وفي حالة أو يكفي أن يكون أحدهما صحيح في هذا السؤال ذكر l'identify حدد hypothesis أي الفرضية والconclusion النتيجة لاحظوا دائما الفرضية أو hypothesis تبدأ ب if فهذه العبارة كلها من السؤال السابع للحاد عشر الجملة الأولى هي ال-h أو الفرضية وبعد أو الجملة التي تأتي بعد the then هي النتيجة لهذه العبارة فسأقوم فقط بتحديدها بحرف ال-h وال-c للإختصار لاحظوا السؤال العاشر ثلاثة X ناقص أربع يسوي 11 then then ماذا أعطاني حل المعادلة فهذه النتيجة السؤال الثامن if two angles are adjacent زاويتان متجاورتان then have common side لديهما ضلع مشترك لهذه الزاوية فراضية ونتيجة هذه العبارة أو العبارات الشرطية في اللوجيك أو علم المنطق وهنا أيضا بنفس الطريقة لكن طلب مني كتابتها بصيغة F ثم ذن السؤال الثاني عشر فقط هو كتبة بالعكس get free water bottle ستحصل على زجاجة مياه مجانية لكن متى ستحصل عليها في البداية هناك فرضية عندما يكون لديك one year membership عندما يكون لديك اشتراك سنوي كامل لذلك هذه العبارة كانت بالعكس الفرضية في النهاية والنتيجة في البداية السؤال الثلاثة عشر if everybody at the party هذه الفرضية كلهم سيتلقق هدية السؤال الرابع عشر أيضا the intersection of two planes فهذه الhypothesis أي الفرضية تقاطع مستويان ماذا يعطي يعطي خط مستقيم is line تقاطع هذه الأسطح الهندسية تعطي خط مستقيم the area of circle is pi rs2 قاعدة مساحة الدائرة سأقوم بكتابتها بشكل كامل طبعا في الأسئلة السابقة اكتب if ثم اكتب الhypothesis أو الفرضية ثم then النتيجة هنا سيكون if the figure is circle يعني إذا كان الشكل دائرة then area ماذا ستكون المساحة هي القاعدة التي أعطيناها أو مكتوبة pi في rs2 أي pi في نصف القطر coliner point on the same line coliner طبعا هي النقاط الخطية on the same line وهو هذا تعريفها على نفس الخط المستقيم سؤال السابع عشر وأيضا هذه الhypothesis أو النتيجة الزاوية القائمة قياسها تسعين في هذه الأسئلة سأقوم بحل أسؤال الثامن عشر فقط نريد كتابة الconverse والinverse والcontrapositive الجملة هي if you are seated in row 10 to 20 you may know board الconverse يكون نعكس الفرضية والنتيجة q than b والinverse نفس الجملة الأصلية b than q لكن ننفي كلاهما ليس b يعطي ليس q أما الconverse positive ويسمى بالعرب المعاكس الإيجابي نأخذ الconverse ونقوم بنفي كلاهما فلذلك ليس q يعطي ليس p هذه الجملة في البداية الآن قم بعكسها if you if you may know board then you are sit in row 10 تنتبي اختصاص نقوم بكتابتها لاحظ q إلى b قم نبعكس الفرضية إلى النتيجة والنتيجة إلى فرضية أما الinverse نفس الجملة الأصلية لكن نقوم بالنفي ليس العكس النفي يسمى بالعرب المعكوس هنا نقوم بالنفي نستخدم أدوات النفي if you are not طبعا إذا كانت الجملة في الأصل من في فنقوم بإلغاء النفي if you are not sit in row 10 to 20 then الآن أيضا نقوم بنفي الجملة الثانية you may not bored now أما الcontrapositive نأخذ الconverse ونقوم بالنفي كل الجملتين الcontrapositive نقوم أو يسمى المعكس الإيجابي نقوم بنفي الconverse if you may not bored now then you are not sit in row 10 to 20 استخدم هذه القواعد لحل سؤال و 20 لكن انتبه في السؤال الأخير في السؤال الأخير الجملة هي في الأصل المنفية الجملة في الأصل هو استخدم لاحظوا في السؤال 21 if you will be driving then you should not take the medicine فنفي هذه الجملة الثانية then you should not take the medicine عند نفي ها سنقوم then you should take this medicine سنقوم في النهاية بعرض الحل الكامل من الإجابات النموذجية في كتاب الطالب لهذه الأسئلة سنستعرض الإجابات بشكل سريع فقط لن نقوم بتوضيح ها فقط سأعرض الحل مكتوب بشكل جاهز